اهلا وسهلا بكم احباء الكرام في الحلقة الماضية كنا نبحث عن معبد قديم من المحتمل ان يكون قد بناه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل بالقرب من المكان الذي ساكنه هو وامه هاجر ولم لا يكون ابوه ابراهيم قد وضع له الحجر الاساس للاشارة فاننا لا نناقش تاريخية ابو الانبياء ابراهيم وابنه اسماعيل وانما نحاول فك شفر النص الغامض ونبحث عن المكان الذي عاش فيه الرسول محمد في ظل غياب دلائل علمية مادية على ارض مكة الحالية بالرجوع لذكر موضوع رفع قواعد البيت الحرام من طرف ابراهيم وابنه اسماعيل وذلك في صورة البقرة الآية 127 وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلي فعندما نبحث عن مدينة قديمة او اطار معبد قديم بالقرب من هذه المنطقة في صحراء النقب قرب بئر 7 نجد اطار مدينة قديمة فعلا في منطقة تل عراض لا زالت اطلالها شاهدا على عصور غابرة يوجد على ارضها قلعة وبداخلها معبد قديم جدا كان يعبد فيه اله ابراهيم الاله يهوى الهيم والاله عشيرة التي تحدثنا عنها في حلقات تقديس العرب لالهة الخصب الهة الام والدة الاله عشتار واخيها بعل وهي الاله عشيرة زوجة الاله ال الاله الكنعاني الذي اشتقت منه اسم كلمة الهيم بالجمع والمفاجأة الكبرى هي ان لهذا المعبد هندسة تشبه تماما هندسة معبد سليمان في ارشاليم لكن بحجم اصغر شيئا ما يعود هذا المعبد حسب علماء الاركيولوجيا الى عصر الملك سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد وليس لعصر ابراهيم الخليل الا ان معبد سليمان في القدس بنى بني بحسب الموروط اليهودي على المدبح الذي جهز ابراهيم لتقديم تقديمة ولده اسحاق ونظر لتشابه بين معبد سليمان ومعبد تل عراض جعل البعض يعتقد انها ارشاليم الحقيقية لكن في الموروط اليهودي عفوا يخبرنا عن بناء معبد واحد للرب في عهد سليمان دمره الملك نبو خد نصر الثاني سنة 587 قبل الميلاد ثم اعيد بناءه بعد السبي البابلي سنة 516 قبل الميلاد ثم هدم من جديد سنة 170 قبل الميلاد على يد الملك انتيوخوس الرابع لقمع ثورة يهودية ثم اعيد بناءه في المرة الثالثة على يد الملك هيرودوتس سنة 40 قبل الميلاد ثم دمر للمرة الثالثة على يد الروم سنة 70 ميلادية استنادا لعلم الآطار هناك شكوك حول الرواية الكتابية لقصة الملوك الكبار لبني اسرائيل كداود وسليمان فرغم اعتراف البروفيسور اسرائيل فنكل ستاين من جامعة تل أبيب بحقيقتهما التاريخية إلا أنه يقول بتضخيم قصص ملوك بني اسرائيل من حيث مساحة الأرض التي كانوا يحكمونها كما عاب على بعض علماء الآطار الذين يمسكون المعول في يد وباليد الأخرى العهد القديم وكأنهم ينطلقون من النتائج للوصول إلى إثباتات أركيولوجيا وربما هذا ما أقوم به في هذا البحث حيث ننطلق من النصوص للبحث عن الآطار المناسبة لها فليس لنا أي دليل علمي مادي أركيولوجي يفيد أن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل قام ببناء بيت للرب وإنما نحاول أن نجد جغرافية للأماكن الموجودة في النصوص ولهذا السبب نقول إننا لن نمتلك الحقيقة المطلقة دائما فهي فقط دراسات قد تفيد الباحثين نعود للموضوع فوجود معبد يشبه الهيكل بالقدس بوجود مكان المذبح والمحرقة والقدس وقدس الأقداس وبداخله حجران يمثلان الإله يهوى والآخر يمثل الإله عشيرة في تل عراد يجعلنا نفكر في موضوع وجود مسجدين الأقصى والمسجد الحرام كأبنية قديمة كانت موجودة في التاريخ يحج لها اليهود والعرب على السواء مما يفسر وجود تمتال تماتيل أو تمتال الإله يهوى وعشيرة والسؤال مطروح هل محمد كان يعرف بمعبد تل عراد خصوصا أن هذه المنطقة ضمن خريطة أرابيا بيترا كما أشرنا لها سابقا وقلنا إن محمدا كان يعيش على أرضها فلو سلمنا بهذه الفرادية يمكن القول بأن محمد هاجر من مسجد الحرام بأرشليم إلى المسجد الحرام الموجود في تل عراد يمكن أن يقول قائلا يا أستاذ لقد تهنى تماما فمرة تقول محمد اتجه نحو جبل حريب أي جبل موسى في هجرته والآن تقول معبد أو مسجد تل عراد دون دليل يذكر الجواب قد قلت في عدة مرات بما أن الفترة المبكرة للإسلام غامضة خاصة في القرن السابع الميلادي فكل الاحتمالات التي ذكرناها واردة لماذا نذكر كل هذه النظريات الجواب هو لكي تكون عندنا القدرة على تحمل الغموض الموجود في التاريخ المبكر للإسلام لأن الاكتفاء بالرواية الإسلامية والإيمان بها يجعل عند الباحث خمول وكسل لا يجعله ينبش في التاريخ ويبحث عن الحقيقة الغائبة خصوصا أن الرواية الإسلامية متضاربة ولا تقف على أرضية صلبة ولهذا نطلب هيئة الآطار السعودية التنقيب تحت الأماكن مصرح الأحداث وتكون عندها أو عند كل باحث في هذا المجال الشجاعة الفكرية ليطمئن قلب المؤمن ومحاولة استيعاب الرأي المضاد ودراسته من باب البحث عن الحقيقة النسبية تهمت من طرف صديقي الأستاذ أحمد سعد زايد بأنني أتبنى الفرضية الجيبسونية نسبة للدان جيبسون واعتبار مكة هي البطراء فرغم وجودها على جغرافية أرابيا بيترا بل وسميت على اسمها إلا أنني لا أتفق مع الدان جيبسون لأنه اعتمد على الرواية الإسلامية في نقط كثيرة منها فلو خيروني بين اختيار البطراء أو تل عراض فأنا أختار هذا الأخير نظر الاكتشافات المذهلة كوجود حوالي 190 شقف فخارية كلها تحمل نصوصا من التناخ بالعبرية والآرامية بالإضافة إلى مدبح لإلهة عشيرة إلهة العرب والإله إيل إله الكنعانيين فنكتفي بهذا القدر فكونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر